بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتلي مع بعض الجزء السادس من الفصل الرابع المقرر النظم بالمعالج في الجزء نتكلم عن موضوع اسمه Stack Operation هنا جماعة بيديك مثال إزاي الداتا بتدخل جوه للستاك وإزاي بيتم عملية الدخول وعملية الخروج بمثال رقمي يعني إيه تعالوا إحنا المحاضر اللي فاتتتكلمنا عن مثال اللي هو السسطة اللي هي بتنضغط وبتخرج تاني مش كده وإيه والإيتمز بتدخلوا بتخرج إزاي إحنا قلنا المثال ده المحاضر اللي فاتت وهنا هنوضح لك الكلام ده بإيه بمثال رقم يا شباب يعني إيه نبص معايا كده ده اللي نفترض إن هو اللي ستاك اللي ستاك يا جماعة مكون اللي ستاك اللي قدامنا دلوقتي حالا كأجزامبل مكون قدامنا من كام خانة من كام جزء واحد اثنين تلاثة اربعة خمسة كل جزء يا جماعة في اللي ستاك كل جزء له ما يسمى بالأدرس بالعنوان يعني مثلا الأدرس الأولاني اللي هو X3 FFF مش كده واللي بعده X3 مش كده FFE وإيه 3FFD 3FFC و3FFB معايا طيب دايما دايما بيخزن هذا هذا العنوان فيما يسمى بالستاك بوينتر يسمى ايه جماعة استاك بوينتر استاك بوينتر مؤشر يشير الى عنوان العنوان الذي يتم فيه ايه الداة او الذي ايه تتم فيه معالجة الداتة في هذا المكان وايه والعنوان ده يوضع في مكان اسمه الاستاك بوينتر جميل طب ايه برد ان احنا دخلنا رقم هنا اس اي رقم كام 18 اذا 18 تدخلت فين اه ايوا في اول خانة ما يفعش نحطها فوقنا يا جماعة لأ بتدخل في اول خانة هنا وهنا الاستاك بوينتر اللي هو ده بيشاور على ايه على عنوان الخانة اللي هو ايه اللي انت واقف عنده اللي هي مين دلوقت يا جماعة 3xff ايه اللي هو ده معايا اذا عملية دخول اول عنصر يليها على طول ان الاستاك بوينتر كمتو ايه بتتغير وبياخد ايه بياخد عنوان العنصر اللي انت دخلته هذه العملية يا جماعة بيسموها عملية بوش بوش يعني دفع دفع ايه بيدفع اول data جوا الاستاك طيب تعال نشوف معا بعد كده طيب افرض ايه كعملنا بوش اللي هو ايه للرقم 31 وبقى كده رقم 5 وبقى كان رقم 12 ها زي ما انت شاهد في التسلسل ها اللي يدخل ها اصبح فيه عنوان مين اخر واحد دخل اللي هو مين 3XFFC اخده كده هو كعنوان وحطه عندي هنا وكمؤشر ان الستاك بونتر يحتوي على اخر عنوان للكام للداتا اللي هو 3XFFC اللي يشير الى الداتا ايه 12 جميل طيب افرض يا جماعة ها بعد كده بقى ايه احنا وصلنا للاخر هنا وعايزين نخرج بقى واحد عايزين نخرجه هنخرج مين احنا اتفقنا ويخرج بالتتابع اللي فوق ثم اللي فوق ثم اللي فوق ثم آخر واحد معايا جماعة الستاك بونتر هنا يشير الى العنوان اللي الداتا يتم التعامل معه جميل طيب احنا اتفقنا برضو ان الستاك هو جزء من الميموري شايفين جزء من الميموري معايا وهذا الجزء من الميموري ها ياخد على القانون ايه ها بوش اند بوب يعني ايه بأمر بوش وعشان تخرج الداتا بأمر ايه بوب وهو هنا بيقولك الموضوع دوت ان الداتا وورد بيدخل بأمر بوش وهنا وتم الخروج بردو بأمر ايه بوب وزي ما اتفقنا قبل كده وقالنا ان هو data structure مش كده وان هو ايه بيشاور على ايه على عنوان العنصر اللي بيدخل عن طرق مين ال stack pointer والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته